نجح فريق السرك القومي في الفوز بالميدالية الفضية في مهرجان هانوي الدولي لفنون السرك بفيتنام الذي أقيم في الفترة من الثاني وحتى السابع من ديسمبر هنأت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أعضاء السرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الانتاج الثقافي لحصولهم على هذه الجائزة وأكدت الوزيرة على أن الإبداع المصري حاضر وبقوة في كافة المحافل الدولية والعالمية بما يثبت الرياضة الثقافية والحضارية المصرية